بعد حفل ليالي سعودية مصرية شرين عبد الوهاب تتصدر ترينداد السوشيال ميديا وكما مساء أمس حفل ليالي سعودية مصرية في دار الأبرى المصرية وقد أحيى لحفل كل من الفنان محمد مونير والفنانة شرين والفنان ماجن المهندس في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودي برئاسة المستشار تركي ألي الشيخ ووزارة استقافة المصرية برئاسة دكتورة نيفين الكلان وأحيى الفنانة شرين عبد الوهاب حفل ليالي سعودية مصرية وسرعان ما تصدرت التريند بعد الحفل وذلك بعد تقدمها عدد من أغنيها ومنها الوطر الحساس، مشاعر، يليالي، حب وجنة، أغنية عيون القلب للفنانة نجاة استغيرة وتفاعل مع الفنانة شرين عدد كبير من الفنانين والفنانات الحاضرين للحفل ومن أبرز من تفاعل مع الفقرة الغنائية للفنانة شرين إنهاب شهين، عمري دياب، كريم عبد العزيز، منا شربي وغيرهم وقالت شرين لحضور حفل ليالي سعودية نجوم السماء غيران منكم عوز أرحب بكل الموجودين وحبائبنا وإخواتنا السعوديين من واجد والجدير بالذكر أنه قد قدمت الفنانة منا شربي فقرة الفنانة شرين عبد الوهاب قائلة صوت إحساس الوطن العربيين وقد حملت الحفلة عديد من المفاجآت ومنها فقرة غنائية الفنانة ريهام عبد الحكيم وفقرة للموسيكار عمر خيرت وقد شهدت الحفلة حضور عدد كبير من نجوم الفنة أبرزهم رامي جمال يسرى متحة العدل نادي الجنذي هاني شنوضة ميعز الدين أسرياسين إسعد يونس خاند الصاوي صلاح عبدالله جوانا مراد هشام ماجد الإعلاني أحمد موسى مصطفى بك غير عادل إنجي علي مونة الشازلي حميد الشعري أحمد زاهر محمد عبد الرحمن ليلة علوي نيلي كريم رامي صبري محمد أنور وعدد كبير من نجوم الفن الآخر أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي ألي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنصيق مع وزارة استقافة الدكتورة نيفين الكلان ويقام أسد استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مكتنفة وسيتم إزاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشية المتحدة للخدمات الإعلامية وكارل حفل خاص لم يتم طرحة تزاكن للجماهير وسيف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة بالحضور ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلتها واكتسر حضور استخافة على الريد كاربيت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحدوث ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المصرح وكانت وزيرة استخافة دكتورة نيفين الكلاني قد كشفت أوجه التعاون بين متر والسعودية مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية مبتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة